السلام عليكم أراني وليت باش نتكلم على محمد أمين عمورة في هذا الفيديو رح ندلو تحليل خفيف على الأدوان اللي راح يلعبها والعروض اللي راح يقدمها هذا العام لعب رائع مهاجم رائع الله يبارك ان شاء الله تعجبكم الفيديو تبعوا معايا في هذا اللقطة لعب تعوسط الميدان مد تمريرا للأمام واش لازم تلاحظه هنا يا التحرك بدون كورة عمورة شوف هناك كيف تحرك تسحب معاه المدافع تقدر تقول باللي راوغه بدون كورة هنا شوف المدافع مسكين وبد وقعد واقف تباح رقاع هنا عمورة در تمويه كيف يستقبل الكورة وهو خلالها تروح في ظهره للرافق تعولي كان في المحور الهجوم وجد عمورة دار مباشرة وتمركز نحو المرمى هنا المهاجم تحسن جيلواز عرف كيف يلعبها بلمسة واحدة هذه كرة يخصتنا شوية نيت في المنتخب الوطني نطاكون اللي يعرف يلعب بلمسة واحدة رده له مباشرة عمورة مبعد جاته سهلة راوغ المدافع المحواري ودر بعد تزديده لكن صادمت بالقائم هنا نقول الكلام بتاعي يقول لازم ان انا تاكون خفيف لازم يكون صغير في السن لازم 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 جديد جديد على بيها بسكو انا تاكون يكون تقيل الجامع ما يقدر يتحرك لك هكذا واحد تا خمسة وثلاثين سنة يقدر يتحرك لك يدير لك هذو التحركات يدير هالك بالك مرة بسح ما زيش شوف وقال ماتش خلاص هذيك الطاقة هذي قات روح دونك على بيها لازم انا تاكون خفيف وهذا اللقطة عديش فيناها تانيت امام تونس شوف بلي عرفي دي لادو كليفانت يفانتيك بلا ميمس الكورا يعني تحركات سريعة جدا شوف هنا يتمويه يفتح الرحوم مساحة وبعد يلقى روحون نحو المرمى روي غيريبيا بليستاهل تكون عنده مكانة في المنتخب هنا كيف كيف استلم الكورا برج اليمنى راوغ وهنا يتزديده مصطدمج بالقائم قدر يسجل هدفة رائعة تزديده رائعة مراوغة سريعة تزديده ما شاء الله احبب ان نهضر لكم باللي هاد اللقطات هدو ما رايدي لهم عمورة كيف شرع يلقى هدوك المساحات على الجهة اليوسرى وفي المناطق المحوارية هدوك سيكولي كي بتاعه رمي جوزوا من وسط الميدان كي تجوز من وسط الميدان تولي تجرب فريق الخصم في مناطق معينة تولي تسحب اللاعبين تحبو لا تكره تولي تسحب فيهم كي تبدأ ترتباد الكوراوي تفيدي من ساحات في دار الديفا سيكون بحصل عن رائع يجب على زي سباس ويأخذ العمق وي eligibility ويكون في وضعية واحد ضد واحد ونعرفوا السرعة تمكنوا بشيره بكل سهولة هذا هو السر وتشوفوا هدو اللقطات سرعت في منتخب الوطني في الشوت التاني أمامهم نسك العبنا الكورات التي يتجوز من وسط الميدان والكورات للأهمام تشوف بليلي ميليو تيرا يعطوه كورات للأهمام هنا بنطالبوا هذا هو المدى الكرة البنجاح لدكروشا يجلب معه العيبين في منطقة معينة لتعامل المساحة الكافية للمساحة السرعة وهذه هي التي تمكننا التحولها مباشرة في منطقة الخصم و هذه هي تمريرات الامام التي ترون فيها و مع السانجي الواس كيف كيف ترون أن هذه المدفعة المحورية تمرير عامودية للعب مع المدين اللاعب وسط الميدان جلب لديه أربع اللاعبين في منطقة معينة الظاهر المليوتيران قد يجبهم لديه وشوفهم بعد عمورة كيف أشخدهم عن المساحة بالطبع كان مركز مليح ما كشفي وضعية التسلل انطلق وقالوا هم بعد في وضعية اللي تسمح له بشيره واغ المدافعين بكل سهوله اكتو كيفاش بعد قدر يسجل هدف هنا هنا في الأوروباليغان مهاجم اللي يعرف يستعمل السرعة والذكاء وعندوها بلاس مونتانيت شوف هنا عرف كيفاش يتمركز وعندوها بلد وعندوها وعندوها بلد وعندوها شوف التمركز وعندوها بلد وكين الظاهر ونصيجام كورا ثانية أو لا والمليوتيران تتباع هنا ملكز مليح في المنطقة المحورية وقالوا الكورا هدف تعقل الناس هنا تعالوا بالمساحات هذه صعبة كيف تأتي الكورا هكذا اللي يلعبوا البالون على بلد وصعبة صرتوا كي تكون درواتية من هذه الجهة كيف تأتي الكورا قوية سي ديفيسيل تعاود تحطها نحو المرمى والله غير جي صعيبة لذلك هنا لازم لك التركيز لازم لك البلاسما لازم لك التوقيت هذا اللي قالت هادو مقع أمورا عندو وماشاء الله عندنا سلاح في المنتخب الوطني هذا أمورا ان شاء الله يكون الحلف الهجوم في هادو الهدف سنرى ميزة أخرى عند أمورا سنعود نقول له في بداية اللقطة ما سنهضروا على الهدف سنهضروا في بداية اللقطة كيف بدأت بدأت بأمورا يضغط على مدفع المحواري مدفع المحواري كان مضطر للعب الكورا الطاويلة كورا طاويلة استرجعها سنجيل واز في الكورا الثانية استرجعها لعبة وسط الميدان تحولوا مباشرة الهجوم هنا وشكني طلب الكورا في العمق هنا عمورا كان في الضغط في بداية اللقطة وكان في طلب الكورا في نهاية اللقطة وكان في الانهاء هو اللي يسجل الهدف في نهاية المطاف ما شاء الله على عمورا في هذه اللقطة تعنيت تمركز تعمورا مرة أخرى كان رائع تمركز تعمورا والتوقيت جيد بالصح المهاجم الثاني تحسان جيل واز كان قادر يمدها العمورا مباشرة كيستلم الكورا نهاية كان قادر يعطيهم باس ديركت العمورا وحده ما أحبش كان أنا أحب يسجل وحده وضيع الفرصة وبعد زعب فعله شوية عمورا كان قادر يسجل في هذه اللقطة بالذات هنا لو كان دالا باس عمورا يسجل الهدف التعوي للأسف حبيت ندلكم هذا الفيديو خفيف على عمورا إن شاء الله تكون عجبتكم تحليلت على هذا المهاجم هذا اللي سلاح حقيقي المنتخب الوطني إن شاء الله نستغلوه أحسن استغلالي يعطيكم صحة لتبعتوا هذا الفيديو ونقولكم بقوا على خير صحيتو ترجمة نانسي قنقر